عايزة أكلمكم في حاجة سريعة أنا مش متعود الفترة اللي فاتت أقول كواليس ولا أي حاجة على قناة النادى الأهلي لكن حابب أقول لكم حابب نبارك كلنا للكابتن حسام البدري لاستمراره في القيادة الفنية لفري النادى الأهلي في المرحلة المقبلة كابتن حسام البدري واحد من أفضل المدربين اللي موجودين في مصر اللي لم يكن الوافق الأفضل من وجهة نظري كابتن حسام البدري اللي دايماً بيعاند شوي بيعاند في فكره بيعاند في طريقته بيعاند في أسلوبه لكن لما تركز معاك ده وتبص عليه تلاقيه يستاهل إنه يعاند بيقدق تلاقيه رهانه دايماً صح تقييمه للعيبة بشكل واضح الفترة الأخيرة لو قال لحد تفضل شوية محتاج تريح لازم يسمع الكلام لأن اللي بياخد فرصة وبيجرب عكس الأسلوب أو الطريقة اللي رسمها له كابتن حسام بيبقى صعب على التوفيق شوية وفي بعض التجارب لبعض اللاعبين اللي فضلوا يخرجوا من النادي الأهلي يظهروا بشكل كويس وكنا نتمنىهم يظهروا بالشكل الأفضل ولكن لم يقدموا جديد حتى الآن حسام البدري اللي اتفق على تجديد التعاقب مع النادي الأهلي كان قبل ما يسافر كندا واتفق بشكل نهائي وموجود في الموسم المقبل وإن شاء الله بعد المقبل مع النادي الأهلي كابتن حسام البدري اللي مش طردش ولا اتكلم في أي حاجة مع كابتن محمود الخطيب أو مع لجنة الكرة ووافق إنه يكون موجود وانا هقول لك على حاجة كابتن حسام البدري عنده 3-4 عروض فيهم عرض أنا بقول لك هو فيهم عرض وأنا طبعا مش مسلوح لملك كابتن حسام أن أقول على العرض لا على الهوى فيهم عرض قد يكون ضعف بقيمة ما يتقضاه مع النادي الأهلي ولكن هو عنده جملة بيقولها البطولات والألقاب بتغني عن أي أرقام البطولات والأرقام بتغني بتغني بطولات والألقاب بتغني عن أي أرقام كابتن حسام اللي بعده مباراة سموحة يكون عنده رحلة مهمة جدا للأمارات مع الكابتن سيد عبد الحفيز هيروح يزوره كابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى له الشفاء والعودة بالسلامة كابتن محمود الخطيب كل تمانياتنا وتمانيات كل جماهير مصر مش جماهير الأهلي بس بالشفاء العاجل وربنا يا كريمك وترجع لمصر بالسلامة وطبعا موجود في فترة علاج في الإمارات كابتن محمود الخطيب رفض أنه يأجل ملف التعاقدات وملف اللعبة الجديدة اللي هتبع موجودة في الفترة الجاية وبعض أمور كرة القدم وعدد من الأضايا المهمة جدا في كرة القدم وصمم أن الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن حسام البدري يكونوا موجودين الاجتماع ده هيكون في مقر إقامة علاج الكابتن محمود الخطيب لبحث كافة التفاصيل سواء كان اللعبين اللي هيكونوا موجودين في الفترة الجاية في عدد من اللعبين المميز على الردار النادي الأهلي الأعراض هيحصل فيها إيه؟ هل في لعيبة رجعة؟ في لعيبة لسه عقودها مكملة؟ طب كل اللعبة اللي عقودها مكملة هترجع ولا هتكمل صالح جمعة؟ موقفه إيه في الفترة الجاية؟ كل اللي بتسمعوه وبتقرون صالح جمعة بيتشرت لا لازم ألعب أساسي لا أصل لازم كذا أصل لازم تشيلوا الغرامات اللي موجودة الكلام ده على أرض الواقع مش موجود وعبد الله يعني ويمكن صالح جمعة قريب جدا إنه يكون موجود الموسم الجاي وده القرار اللي بيدرسه الكابتن حسام وهيعده على الكابتن الخطيب وإذا تم اتخاذ هذا القرار هيكون صالح جمعة موجود في الموسم المقبل مبروك للكابتن حسام البدري لاستمراره مع فريق النادي الأهلي وتقلقه في الفترة الأخيرة بيقدي بشكل كويس بيقدي بشكل مميز جدا واحد بالأرقام الأرقام دايما ما بتجدبش طموح الكابتن حسام البدري في الفترة الجاية هي البطولة الأفريقية مع الحفاظ على البطولات المحلية هتكون جلسة عمل مهمة جدا وجلسة للإطمانان على الكابتن محمود الخطيب اللي إن شاء الله بنتمنى يرجع بألف سلامة بنتكلم عن المدافعين وتكلمنا عن محمد نجيب أكيد في مدافع مهم جدا هقول له كلمة وبعد ما هقول له كلمة هنطلع فاصل عشان نستقبل مدافع من مدافعين الأهلي الكبار كابتن عمر الحديدي لكن المدافع القوي جدا المدافع اللي دمه خفيف المدافع اللي يعني بيخش ويدوس ويجيب أهداف المدافع اللي معلم مع كل جماهير النادي الأهلي سعد سمير